السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد 2 مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز سالم بهذه الجزئية رقم 12 من الفصل الثالث سنتناول عن طرق تحضير الكومبزيت ماتيريال من الحالة الغازية حيث يوجد هناك طريقتين الأولى وهي الكميكال فيبر ديبوزيشن واختصارا سمى CVD والثانية وهي الفيزيكال فيبر ديبوزيشن واسمى الBVD بعد انزبت دعنا نعرف الكميكال فيبر ديبوزيشن كيميكال فيبر ديبوزيشن is a process where one or more volatile break roses are transported via the vapor vase to the reaction chamber where the decompose on a hated service ان هذه الطريقة نستخدم فيها واحد او اكثر من المواد المتطايرة التي تحمل عبر الفي البي بروفيس الى منطقة التفاعل او الى غرفة التفاعل حيث هناك يتم تحلل هذه المواد على السطح الساخن او السطح المراد ترصيب المواد عليه ان التكنيك او التقنية المسمى CVD بالحقيقة تستخدم للعديد من المواد على سبيل المثال الميتلز او الاكسايد او السالفايد او النيترايد او الفوسورايد او الكربايد او البورايد او السيليكايد مني ماتيريالز واي مي بي ديبوزيت يوزينج CVD اند روليتد تكنيك مساء على هذه الطريقة يمكن تحضير التيتانيوم دايا بورايد حيث ان درجة انصهاره 3325 درجة ماوية عن طريق الكيميكال فيبر ديبوزيشن عند الف درجة ماوية على النحو التالي او حسب التفاعل التالي تيتانيوم كولورايد بلاس بورايد كولورايد زائد هيدروجين ناتج التفاعل تيتانيوم بورايد زائد HCL الان سنتناول بالشرح والتفصيل كيف تتم الية الكيميكال فيبر ديبوزيشن تتم هذه الطريقة على سبع خطوات كما هم وضح بالرسم وكما هم وضح امامنا الخطوة الاولى Transport of the reactants by forced convection to the deposition region نقوم بنقل المواد المتفاعلة في الخطوة رقم واحد الى منطقة التفاعل او الى منطقة المراد او التي سيتم فيها ترصيب المادة على السطح الويفر او سطح المادة المراد ترصيب عليه قطوة رقم اثنين Transport of the reactants by diffusion from the mean gas stream through the boundary layer of the wafer surface اللي هو السابستري نقوم بنقل المواد المتفاعلة من الجاز السريم اللي هو يحمل جميع المواد المتفاعلة ونقربها من المنطقة المراد ترصيب عليه رقم ثلاثة A dispersion of the reactants on the wafer surface نقوم بعملية او تتبع عملية تقرب من المواد المتفاعلة الى السطح يعني في الخطوة الاولى حملنا المواد المتفاعلة داخل منطقة التفاعل الخطوة الثانية اخذنا المواد التي نريد ان نرسبها بالقرب من منطقة الترصيب والخطوة الثالثة قربناها من السطح الخطوة الرقم اربعة surface process including chemical decomposition or reaction or service diffusion الخطوة الرقم اربعة قد يتيب هناك ثلاثة من التفاعلات اما تحلل كيميائي للمواد المراد ترصيبها او تفاعل يتم داخل السطح او انتشار يتم داخل السطح للمادة المراد ترصيبها رقم خمسة dispersion of the byproduct from the service نقوم بازالة او يتم عملية ازالة للمواد الناتجة عن التفاعل من السطح وتتم على النحو التالي رقم ستة transport of byproduct by diffusion through the band layer and back to the main gas يحدث في هذه الخطوة الرقم خمسة ان يتم عملية انتشار من المواد الناتجة للتفاعل داخل منطقة الترصيب او الباوندري لير تمام الى ان يصل الى الجاز ستيم الخطوة الاخيرة رقم سبعة transport of byproduct by forced convection away from the deposition region الخطوة رقم سبعة نقوم او يقوم عملية او بتبعصة الفورزت بازالة المواد الناتجة للتفاعل خارجة عن منطقة الترصيب لانه لم يعد هناك رغبة في وجودها اشتركوا في القناة